عايز ما على أي برجو؟ بعيد عن الكلام بتاع جنش اللي طبعا هو أخطأ فيه بس الأساس أنا مش عشان خاطئ أنا عندي لعيب كويس في الفرقة اللي أنا أدي له البوش اللي يكون موجود في المؤتمرات الصحفية أنا من الزكاء كإدارة نادي أو كجهاز فني اللي يكون لها اختيارات اللعيبة اللي بتطع تتكلف في المؤتمرات جنش ممكن يكون حارس كويس جدا بس ما عندوش مهارة الكلام براف عليك هو ممكن يكون عايز يعبر الجواء والنواب يدفع عن لعبته ومن حقه بس فيه أكتر من طريقة أن يقدر يتكلم به من غير ما يخسر نفسه من غير ما يخسر فريقه من غير ما أنه هو أصلا يلعب دور مش بتاعه بس الغلط الأساسي على إدارة النادي وعلى الجهاز الفني أنه سمح لجنش أنه هو تترك لهذا الأمر في المؤتمر الصحف الخاص بمبرنة الكأس السوبر وأنه هو يكون موجود أصلا في المؤتمر الصحف الجانب الثاني هو روي فيتوريا أصلا قناعاته هو كمدرب هو معلش ما بيكبرش لحد هو من الآخر أي مدرب لما بيجي يختار العيب هو يبص المصلحة الشخصية اللعيب اللي أنا هجيب هو هينجحني هو مش هبص النجاح لعب ولا تقلق لعب مروان عطية هو نادي الأهلي لمح مروان فين وشافوا فين بالصور الكبيرة اللي ظهر بقى مروان غير مع متخب مصر أول واحد ضم مروان عطية هو في الاتحاد المتخب كان روي فيتوريا لعبة كتير زي محمود حمادة زي ما كان بيتكلم من شوية أقول لك حاجة بالعكس ما عليش أنا ياسف للمواطن ما هو برضه لو بيبص على ناحية أعلامية ولا جماهيرية ما كانش ياخد فتاح محمد صلح المواطن ما كانش يطلع حسين الشحات وطرق حامد من المتخب برافا عليك لو هو بيخاف من وإمام عشور بقى وإمام عشور انت بتطلع أكتر اتنين ليهم قعدة جماهيرية وليهم ظهير جماهيري داخل نادي الأهل حسين الشحات وإمام عشور هو ما خافش ثانية واحدة ولما خد في كاسهم أفريقيا اللي فاتت محمد عبد المنعم لممكن ما يلاعبوش كان كيروش كان كيروش كان كيروش تمام هي نفس الكوسة هي نفس الكوسة تقريبا نفس الكوسة وده المدنب الأجنبي هي نفس العقلية لكن هو جنش طبعا أخطأ في تصريحه هو خسر نفسه وخسر فرقته بكلام ما كانش لي دائع خالص كان ممكن هيسم أورابي يتلع يتكلم كان ممكن رئيس أورابي يتلع يتكلم وده دوره لأنه عندي لعبة كويسة كنت ممكن أنها تختار بس في الجانب الثاني الراجل اختار سكواد هو هيبني بي وفي الآخر هو يختار منهم 27 لعيب ففيه أكتر من 28 لعيب هيتطلعوا بره الكاملة بتاعت منتخب مصر في كاس الأمم هل يبدو لعيبة وحشة؟ طبعا لا هو الراجل بيبص لإحتياجاته الفنية هو عايز كل اللعيبة اللي تكون لعيبة هتفيده في كاس الأمم اللي يكون عنده لعيبة هو واصق في قدرتها وتقدر أنها تساعده لكن طبعا جنش أخطأ طبعا محدش يقدر أقول كده طيب خش في مبرات بكرة أنا بس أنا أختلف بس مع شهب في نقطة زغانان خالص أنه جنش أخطأ 100% جنش أخطأ بس أنا بس مختلف مع فكرة أنه جنش مش المفروض أنه يتم اختياره لأنه عنده خبرات ولأنه لعب زمالك شرط الخبرات في الملعب تكون خبرة الكلام عنده خبرة كلام لا أنا أقصد عنده عدى بدأ بكده أنت بتشوف تعامل محمد الشناوي في المؤتمرات الصحفية الخاصة لا لا محمد الشناوي قصة مختلفة في ردود وهدوء وحتى لما بيستفز بيكون هاد حتى لما كان في مؤتمر بتاع الوداد في نهاء الأهل والوداد جمهور المغربي أو الصحفي المغربة قاعدوا يضغطوا عليه أنه بكرة الجماهير وكلموا يا جماحنا أنتوا بتتكلموا الجماهير لكننا أول مرة ألعب في جمهور حتى أردوده على فكرة لعبة كتير أنا أقول حاجة بس أنه ممكن يكون أعظم لاعب في العالم في العالم تمام ويقعش يتكلم بس على مايك ما عندهش صيغة الكلام بالصبت أنه يوصل تعبير أو يوصل اللجوان بالشريف إكرامي بالزبط شريف إكرامي لابغ جدا بيعرف يقول صيغة الكلام بشكل حتى لو عايز يهاجم أو ينتقد حد يقولها بصيغة معينة هون عندهش المهارة هي الفكرة في ستايل الشخص يعني أنت عندك إبراهيموفيتش إبراهيموفيتش ما هو لاذع جدا في كلامه وساخر جدا في كلامه إبراهيموفيتش مش موجود في المؤتمر سعب إبراهيموفيتش ما بيعملش عاجل غير ما بيطلع خاص بالنادي بتاعه حاكيه دايما النادي حتى بيبقيده في الحاجات دي عشان خاتم يدخلوش في مشاكل يعني أنا أقصد بس عشان على فكرة لا ده مش غلط في جنش عجلنش حارس كبير لا شكبالا لعب عظيم جدا في عظم من شكبالا بس ما بيعابش شكبالا مش مش عميت ما بيطلعش كتير عشان أنا معندش على فكرة تاني عندوش المهارة دي مش ما منعرفش عشان الناس بتفهمها غلط ما عندوش مهارة الحديث قدام المايكات والناس سيرة الكلام سيرة الكلام ومش شغلنته مش شغلنته على فكرة أنا مش دفاعا عن جنش عشان ننتقل هنا بس اللقطة إنه جنش عنده مهارة مختلفة في الكلام عن محمد الشناوي عن يعني عندو مهارة الكلام في المايك وأمام الكاميرات مهارة ساخيرة شوي المهارة دي تلعت وحشة والنهارة النهاردة مهارة ألشت منه خلق